علمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كيف نتعامل مع ربنا وكيف نتعامل مع أنفسنا في هذه الرحلة المهمة من مراحل الحياة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ابتدأ مع الإنسان من بداية الأمر فقال لنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما يتعلق بالحمل وفيما يتعلق بالولادة والمولود وطلب الإنسان أن يكون عنده أولاد قال لنا صلى الله عليه وسلم تخيروا لنطفكم في رواية تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس أو فإنهن ينجبن أمثال أخوالهن وأعمامهن أو غير ذلك من الروايات التي جاءت الحبيب صلى الله عليه وسلم أمرنا بالابتداء في حسن الاختيار فاضطر بذات الدين تربت يداك إذا جاءكم من ترضون دينه هذه السنن المهمة التي من خلالها يحرص رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على بداء حياة صالحة من أولها ثم يعلمنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كيف نحفظ ذريتنا ونبنى الحملة والولادة والتربية من البداية بأسلوب صحيح قال لنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا قضي بينهما في ذلك بمولود لم يضره الشيطان أبدا هذه سنة من السنن العجيبة العظيمة جدا يعني أن الإنسان إذا أتى أهله وذكر الله سبحانه وتعالى وقال هذا الدعاء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فقد جعل حصنا وصيانة كاملة لهذا المولود أو لهذا الطفل الذي سينجب لبقية حياته كلها بعض النساء ممن كانوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم له واحدة من النساء وكانت هي حاضنة ابن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ذهب يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قالوا يا رسول الله الرجال ذهبوا بالجهاد وكذا ونحن النساء ما لنا شيء فذكر لها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن المرأة في وقت حملها في جهاد في سبيل الله كذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نبه النساء لأن المرأة دائما ما تكون في فترة الحمل عندها نوع من المعاناة أو التعب أو المشقة أو الشعور بالضيق أحيانا فالنبي صلى الله عليه وسلم علمها أن هي في هذا الحال في أجر عظيم فيما بينها وبين الله يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ويرسل رسالة لجميع النساء أن المرأة في وقت حملها ووضعها وقضائها أي وقت كذلك رضاعها هي في رباط في سبيل الله فإن ماتت ماتت شهيدة أول ما يسن للمرأة وللرجل إذا أكرمهم الله تعالى بحمل أول ما تشعر الأم المرأة أول ما تشعر بالحمل ينبغي أن تنوي نية صالح النية لها أثر كبير والحبيب صلى الله عليه وآله وسلم نبه إلى هذا كثير جدا حتى الأنبياء مثل سيدنا زكريا لما طلب المولود قال ربي هب لي من لدنك ذرية لم يذكر ذرية فقط قال ذرية طيبة ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة أراد أن تكون طيبة وذكر العلماء حتى علماء الطبيعة أو علماء الطبيب أنفسهم كما ذكر الإمام الغزالي يقولون أن الإنسان في هذه الحالة الشيء الذي كان يتصور في ذهنه يؤثر أثرا كبيرا على الإنسان أو على المولود الذي يتكون في تلك الساعة من هذه النطفة فإذا كان الإنسان ذاكرا لله كانت النطفة هذه طاهرة مصونة محفوظة عليها أثر نور هذا الذكر وهذا التعويذ الذي يعوذ به الإنسان نفسه استحب كذلك أكثر العلماء أن المرأة في فترة حملها تكثر من ذكر الله وتكثر من تلاوة القرآن حتى يعتجن بطينة هذا الجنين الذي في بطنها نور القرآن وسر الذكر وبركة الصلة بالله سبحانه وتعالى في علاه كلما الأم حست بحركة الجنين في بطنها تقول الله يحفظك الله يتقبلك الله يعيدك من الشيطان يا رب يحفظه من الشيطان يا رب يحفظه من البلاء يا رب يجعله من الصالحين الأب كل يوم يدعو في فترة الحمل سيجدون النتيجة الكبيرة العظيمة إن شاء الله تعالى إذا راجعنا سيرة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نجد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو البنات كان صلى الله عليه وسلم عنده أربع بنات لما يحكي أهل السيرة قصة ولادة فاطمة الزهرة قالوا ففرح بها رسول الله فرحا شديدا لما قالوا له أن خديجة قد أنجبت هذا قبل أن يبعث قبل البعثة جاء مسرعا فأخذ البنت فشمها وقال يا خديجة إنها نسمة مباركة يعني فرحه بالبنت الرابعة فرح عظيم جدا وأنس وأخذ يحتضنها ويشمها الله تعالى يقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكو فإنسان يهبه الله البنت فيكفر نعمة الله ما يقبلها كما واحد يقول يا رب أنا ما أريد موهبتك هذه موهبتك ما أحبها هذه المشكلة التي يخالف فيها الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التفريق بين الذكر والأنثى فالذي لا يفرح بالبنت هو مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أسأل الله أن يتقبلنا إن شاء الله ويقبلنا ويرزقنا حسن المعاملة ومعرفة سيرة وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في التعامل مع ما يكرمنا الله سبحانه وتعالى به اشتركوا في القناة